قواعد أو قيادات دواعش غير موجودين في هذا المخيم في الهول موجودين في السجون في سجن الحسكة اللي هو سجن الصناعة وسجون أخرى يعني ثلاث سجون يوجد فيها بحدود عشوة آلاف من القيادات الداعشية المجهبة الذي لا ينفع معهم إلا الكي هذا موجودين في السجون عوائلهم وبعض كبار السن موجودين في المخيم والنساء من المهاجرات أو المجاهدات الجهاديين موجودين في هذا المخيم لا تقل إجراما من الرجال لكن موجودات وين؟ في مخيم الهول ولهذا مقسم ثلاث أقسام قسم للعراقيين وقسم للسوريين وقسم للأجانب اللي في أطفال وفي نساء وفي رجال كبار السن ولكن مصنفين كلهم من الدواعش وهؤلاء تابعين لدول أكثر من 50 إلى 70 دولة ولهذا العراق طالب وطالبنا في أكثر من اللقاءات مع السفراء والناتو وكثير من الأمام زننا نطالب ونضغط أن هذه الدول يجب أن تسحب رعاياها من مخيم الهول وتحاكمهم في بلدانهم لأن بقاهم في هذه المنطقة خطر كبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر